كل عام توب خير ورمضان كريم اليوم سنعمل المرشميلو بأكثر من طريقة بمكونات كثير بسيطة الفيديو قصير تابعوا الفيديو للآخر حتى تستفيدوا هفرجيكم كيف نعمل بديل الكريمة للكيك أيضا سير وسريع جدا مثل ما تشايفين هذا جيلاتين بقره حلال هو متوفر عند العطارين دين ملعقة كبيرة جيلاتين 25 جرام نصف كوب ماء عادي 120 جرام خلي بالجيلاتين مع الماء ونوضعه جانبا على نار هادئة واحد كوب سكر 200 جرام نصف كوب ماء 120 جرام عصر نصف لمونة تزويب السكر مع الماء ممكن نوضع قليل من لون الطعام هو اختياري نوضع اللون حسب ما بدنا أي لون بدنا إياه كيف بدنا نختبر الخليط ناضج نوضع قليل من الخليط بماء بارد يجب أن يكون متماسك مثل العسل أول مرة غير متماسك هل قد نجرب بعد 3 دقائق سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة للتقاط صورة للمكونات هيك أصبح ناضج هيك بعد ما وضعنا بالماء شوفوا كيف مثل العسل أصبح هيك بنرفع من النار هيك أصبح ناضج هيك الجيلاتين شرب الماء بنوضع المكونات مع بعض بنوضع قليل من الفانيلا بنقلط المكونات حتى تتمسك تقريبا أخذ معي عشر دقائق هيك أصبح جاهز شايفين كيف يمكن نصبه بقالب أو بنوضعه بالقمع تبع الحلويات يجب أن نضع ورق الزبدة قليل من الزيت أو بنوضع على ورق الزبدة نشاء أو زيت حسب ما بدكم المهم حتى لا يلصق نتركها أقل شي ساعتين يفضل وضحها بالسلاجة هذه المكونات إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات اللي بعدها 2 ملعقة كبيرة جيلاتين 25 جرام ونصف كوب مع عادة 120 جرام ونقلب المكونات جيد ونضحهم جانبا نخلي الجيلاتين نشرب الماء 1 كوب من العسل أو دبس الطمر 250 جرام أنا راح أستخدم نصف كوب عسل ونصف كوب دبس الطمر حسب زوجكم استخدموا البتكمية على نار خفيفة عند بدء الغليان نرفعه من النار وهيك أصباح جاهز أول ما بدل شغلي هيك جيلاتين شرب الماء ونوضع المكونات مع بعض ممكن وضع الفانيلا أو ماء الورد اختياري حسب زوجكم هيك نخلط المكونات حتى تتماسك تقريبا أخذ عشر دقائق معي يمكن صب في قالب أو في قمع الحلويات يجب وضع ورق الزبدة أو قليل من الزيت أو النشا حسب متوفر عنكم أنا بفضل استخدم القالب هذا أفضل ممكن نستخدمها الكريمة للكيك هذه اللمونة كمثال يعني هيك ممكن نستخدمها للكيك نتركها أقل شي سعتين بفضل وضحها بالتلاجة هذه المكونات إذا بحاجة ألتقات صورة هيك أصبحت جاهزة يمكن إضافة النشا أو النشا مع السكر البودرة حسب ما بتكون منتم يفضل وضع الزيت فوق ورقة الزبدة ملاحظة يجب يجب سكب الخليط في غضون دقيقة يعني نتعامل معها بسرعة شايفين كيف الطبقة الأولى كانت راخية الطبقة الثانية بعد 30 ثانية كانت متماسكة بعد 30 ثانية بكون متماسكة صعب لتعامله معاه يعني يجب بعد الخليط على طول نسكبه إذا وضعناه بالقمع يجب بسرعة نسكبه أو نشكله نضع السكين قليل من النشا من شان ما تلزاق معنا السكين هيك أصبع كله جاهز شايفين كيف هيك ممكن كيك تكون شكلها ممكن نضحها بالنشا أو بسكر البودرة أو النشا مع سكر البودرة موضوع كتير سهل وبسيط ممكن نستخدم بودرة الكيكاو بدال النشا حسب زوجكم ملاحظة يجب عليكم دائما تأكد من مكونات بتناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي لا يوجد مكونات بتناسب جميع الأشخاص شايفين كيف كتير هي روعة ومميزة وسهلة وبسيطة خلينا الزوقة بصراحة أكتر من روعة أتمنى تتولي رأيكم تحت بالتعليقات لأن رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك أتمنى أشترككم قناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائب من شان نصلكم كل جديد في أمان الله